السلام عليكم اليوم ندي عدة كروت للتصليح والبداية بكرت الاتيكس 3000 والستيمين جينوارد الذي حسب كلام صاحبه فالمشكلة فيه أن المراوح تصبح تدور بسرعة كبيرة بعد مدة قصيرة من وضعه في الحاسوب وتصبح الشاشة السوداء كذلك لكن عندما قمت بتجربته عندي فقط أعطاني فقط شاشة السوداء فانتقلت أول شيء لفتحي فوجدت الحالة الخاصة به كاردية ولا أعرف كيف لأي شخص أن يستري كاردية مثل هذا ولا ينتظر منها أن يتوقف وأول شيء قمت به هو فحص الجهود الخاصة بالكارد فوجدت فقط الخمسة فولت موجودة وكل شيء يأتي بعدها مختفي وكذلك وجدت أن المقاومة في الخمسة فولت قليلة جدا فاستعملت الكاميرا الحرارية فوجدت أن أحد القطعة تستحراره وفي الغالي فهي سبب المقاومة الصغيرة فغيرتها تاليا ثم جربت الكاردية بعدها فوجدت أن جهد الفيرا مختفي ووجدت كذلك قصر فيما صار تغذية المتحكم الخاص بالفيرا فغيرتها كذلك وغيرت حتى متحكم الخمسة فولت فتعطل كل هذه القطعة ليس مصادفة ففي الغالي فالخمسة فولت هي من أحدثت كل هذه المشاكل وبعد انتهاء جربت الكارد وظهرت الصورة بشكل عادي لكن بعد فترة بدأت تدفل الكارد في حالة الحماية كما أخبرني صاحب الكارد من قبل وقد لاحظت حرارة عالية من الخلف وكان سبب هذا أن أحد ديارموس ترتفع الحرارة الخاصة به بشكل كبير جدا فنزعته تاليا فوجدت عليه آثار للحرارة العالية فغيرته لكن بقي نفس المشكل فغيرت المتحكم الخاص به كذلك لكن بدون أي نتيجة ومختصر ما قمت به في الخمسة الساعات التالية هي أني نزعت وفحصت كل قطع المتصلة مع ديارموس السابق فوجدت أخيرا أن أحد المقاومات لا تعطي أي قيمة وفي الغالي فهي سبب مشكلة فجربت الكارد هذه المرة وظهر كل ديارموس يصدرون حرارة بشكل متساوي وهذا الشيء المطلوب فجربت الكارد أكثر تحت الضغط وظهر كل شيء جيد وهناك شيء لاحظته هو أن أحد الدرايبرات الحديثة لإنفيديو يسبب بعض المشاكل مثل عدم استجابة الويندوز لكثير من الأشياء كمحاولة فتح البرامج أو إعادة التشغيل وصلحت الأمر بتحديث الدرايبر لآخر شيء وهذا الشيء منتشر مع الدرايبرات التي أصدرت مؤخرا فإذا كان لديك مشكل مثل هذا فجرب أن تحدث الدرايبر أو تعود إلى نسخة أقدم منه والثاني كارد سأتحدث عنه اليوم هو الجي دي إيكس 1660 سيبر من آنزيس ويظهر أنه تم التسخين عليه من قبل لهذا فتحته كي أرى الخالة الخاصة به فوجدت أنه تم تغيير كثير من القطع فيه وأسوأ الشيء وجدته هو تغيير موسفت بواحد من نوعية أخرى وهذا الشيء لا يمكن قيام به في 99% من الحالات فقمت أول شيء باستبدال موسفت بواحد لديه نفس الاسم الأصلي ثم بعد الانتهاء فحصت الكارد فوجدت قصر في جهة الفيرام الواحد فاصل 8 بول وكان سبب القصر اثنان من الفيرام وهنا كنت أريد ألا أكمل التصليح لأني لست متأكد إن كان هذا هو المشكل الأصلي في الكارد أو كان الشخص الذي عمل فيها من قبل هو من سببه لكن بعد هذا اتفقت مع صاحب الكارد على أنه لن يكون هناك أي ضمان على الكارد بعد تصليحها فوافق على هذا الشيء فأكمل تصليح الكارد بتغيير الفيرام وبعد الانتهاء يمكن ملاحظة حالة الفيرام التي غيرتها بالمقارنة مع الفيرام الأخرى التي تم تسخينها وهذا أحد الأسباب التي تجعلني لا أريد العمل على هذه الكارد فأي شخص يفتح الكارد تاليا سيظن أني أنا من قمت بالعمل السيء الذي كان في الكارد من قبل وعلى كل حال جررت الكارد تاليا وظهرت الصورة بشكل عادي فكنت باختبال الفيرام فمر بدون مشاكل فجررت الكارد أكثر تحت الضغط ولم يحدث أي شيء آخر وآخر كارد معنا اليوم هو الـ RTX 3070 من أماس آي وتظهر الحالة الخاصة به سيئة جدا وهذا الشيء واضح على المبرد الخاص به ومشكلة هذا الكارد أن المراوح لا تدور والشاشة تبقى سوداء فانتقلت لفتحه لفحصه أكثر فوجدت أن كل قيم مقاومات جيدة ووضعته في الحاسوب لأفحص الجهود فوجدت أن الخمسة فولط موجودة مع أن جهد التغذية والتفعيل الخاص بها موجود وفي هذه الحالة كان يجب تغيير متحكم وكذلك نزع الأكساد الموجود على القطع الغريبة وبعد الانتهاء جربت الكارد وظهرت الصورة بشكل عادي وجربتها كالعادة أكثر تحت الضغط وظهر كل شيء جيد لهذا ستعد هذه الكارد أنها صليحت وفي الآخير إن أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى دعمنا باللايك واشتراك سلام